بنا تحتية مدمرة ومافيات فساد تنشر الجرائم في كل مكان وتستولي على أراضي النازحين بغير وجه حق وتعتدي عليهم وتسيطر على المنافذ الحدودية وتبتز المارين عبرها هذا واقع مدينة الموصل بتوصيف تحالف القرار وعليه دق ناقوس الخطر من وقوع المدينة مرة أخرى في خضم فوضى أمنية وصراعات علنية ستلقي بثقلها على من تبقى من المدنيين الذين بدأوا عمليا بالنزوح مرة أخرى هروبا من الجو المضطرب في المدينة ويعزو تحالف القرار أسباب الانفجار الأمني الوشيك إلى فوضى السلاح وفساد الأجهزة الحكومية وتكرارها لنفس الأساليب التي أدت إلى سيطرة تنظيم الدولة على المدينة أسباب تتوافق مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الحكومية المشكلة بشأن أحداث حزيران عام 2014 إذ أكدت هي الأخرى أن السلوك الاستفزازي الذي مارسته القوات الحكومية ضد الأهالي كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة وسيطرته على الموصل نواب عن نينوى أوضح في وقت سابق أن المحافظة تعيش فوضى أمنية من حيث تعدد مصادر القرار العسكري والتجاذبات بين ميليشيا الحشد والقوات الحكومية التي انتقلت من دورها المفترض في حماية المدنيين إلى ابتزاز أصحاب المعامل ومكاتب الصرافة والتسلط على كل من لديه مال مدخر مقابل عدم اعتقاله بتهم تمرست تلك القوات على اختلاقها ورأى تحالف القرار أن إخفاق الحكومة في معالجة أوضاع المدينة لم يعد بالإمكان تسويغه وسياسة المماطلة والتسويف لم تعد تجدي نفعا في ظل تراجع أوضاع المقيمين في المدينة من سيء إلى أسوأ إذ ما زال الكثير منهم محرومين من استخراج الوثائق الرسمية اللازمة في الحياة اليومية فضلا عن الفقر والبطالة وغياب فرص العمل في مدينة تفتقر بالأساس لمقومات الحياة